تجسيدا لدورها المساند في معركة طوفان الأقصى المقاومة العراقية تستعد لأداء دور محوري انطلاقا من الجبهة العراقية لمواجهة أي تطورات قد تشهدها المنطقة ولسيما بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي البارس في حزب الله فؤاد شكر والاعتداء الأمريكي على الحشد الشعبي في العراق وحتمية الرد المرتقب على أكثر من جبهة ضد إسرائيل المقاومة هي مستعدة ولديها الكثير من الأسلح حتى هذه اللحظة لم تستخدم كل قوتها العسكرية بالتصدي وباستهداف المصالح الأمريكية باعتبار أن الساحة ساحة عراقية وتواجد القوات الأمريكية في العراق سوف تكون الأولوية للمصالح الأمريكية بالإضافة لانخراطها بعمليات استهداف عمق الكيان الصهيوني بأسلحة مختلفة ومتطورة التكتيك العسكري والفعالية الهجومية للمقاومة العراقية ووفق المتخصصين يتميزان بتطور متسارع ولسيما بعد استخدام صواريخ متطورة للمرة الأولى في استهداف حيفا فضلا عن الطائرات المسيرة التي وصلت إلى أهدافها في إيلات وباقي المناطق المحتلة جملة عوامل أعطت جبهة العراق دورا مؤثرا في الإسناد عندما أطلقت أكثر من ضربة وصلت إلى البحر المتوسط إلى ميناء حيفا وإلى أبعد من ذلك داخل عمق الكيان الصهيوني عندما نسقت تلك الضربات وبالتالي من الممكن أن تكون هناك مفاجآت أكبر ما يتخيله العدو قد تكون هي أسلحة تقليدية لكنها ذات أثر وفعل على الأرض يكون مؤثر ويظهر إمكانات وقدرات الجبهة العراقية مع باقي الجبهات إن وحدت هذه الضربة ووفق المراقبين فإن التنسيق بين المقاومة العراقية وجبهات إسناد معركة طفان الأقصى عكست زايدا كبيرا في التكتيكات المشتركة لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة انتصارا للقضية الفلسطينية ما كشفته المقاومة العراقية من مواقف تجاه التصعيد في المنطقة أشار إلى أنها ليست طرفا عاديا في المعركة بل هي شريك أساسي فيها سواء بالعمليات المساندة لمعركة طفان الأقصى أم بالاستعداد للمشاركة في أي حرب شاملة قد تقع ضد إسرائيل محمد الفهد بغداد الميادين